اشتركوا في القناة اتمنى تكونوا عضاء فعالين في هذه القناة اهلا وسهلا اهلا وسهلا اهلا وسهلا مشاهدين ضابط اعزام معكم كانت شرطة والامن وحلقة جديدة من دردش على الطريق نجاوب فيها على السؤالين الاول يقول ما هي مدة صلاحية الرصاص وبالنسبة للأسلحة وكذلك السؤال الثاني يقول ما هي الأسلحة اللي ينصح بها للمبتدئين بالنسبة لي حماية والمحافظة على الرصاص ومدة صلاحيتها هذا يعتمد على المناخ اللي هي محافظة عليها فيه اذا كانت فيه جو رطب وفيه حواء بارد او حواء مع رطوبة او جو حار جدا هذا ممكن يأثر عليه من ناحية الجودة وايضا من ناحية انه هل رح يكون صالح الاستخدام او لا فدائما مثل ما ذكرنا في فيديو سابق حافظ عليها يكون في مكان جاف ما يكون بعيد عن الرطوبة وممكن انك تستخدمه بعد عقود من الزمن بدون اي اشكال معروف انه فيه كثير من الطلقات موجودة في السوق الان او عند بعض المستخدمين انه عندهم طلقات من الحرب العالمية الثانية ويتم استخدامها بشكل جيد وما بدون اي اشكال توضعها بالسلاح يعني بتعمل الدورة فيه وبتطلق وكل شيء بدون مشكلة لانه كان محافظ عليها في مناخ يناسب اللي طلقت اما بالنسبة لي السلاح فهو نفس الشيء اذا حافظت عليه وكان بعيد عن الصدى وبعيد عن اي شيء ممكن يجعله يصدي وبعيد عن الرطوبة فلا اشكال هناك فنفس المشكلة يعني ممكن انه تحافظ عليه لسنوات طويلة جدا عقود عقود من الزمن اكثر مئة او اكثر سنة بدون ما يكون عنده اشكال بدون ما يستطيع مدام انه مش متعرض لأي عوامل ممكن اتخربه فالسؤال ورد من احد المشاهدين مرة بقول لو انا كان موضوع في الخزانة او موضوع في مكان او الاسلحة اللي بتكون موجودة بالاسواك وبكون يعني موجودة للعرض هل تخرب او هل الى مدة يعني هي جيدة لوقت معين او لا صراحة انا كان هذا عندي السؤال يعني زمان قبل ما ادخل في مجال الاسئلة يعني كنت تساعل عن هذا الشيء لكن الحقيقة في الموضوع انه يعني ما في فرق اذا بقي في مكان سنة او سنتين او خمسة او اكثر مدام انه محافظ عليه من العوامل الصدى او اي شيء ممكن يخربه فلا اشكال هناك طيب اما بنسبة لي الاسلحة اللي ينصح بها للمبتدئين دائما انا للمبتدئ دائما بنصحه ابدأ بشيء خفيف ما تحاول انه تشتري او تكون عندك سلاح عيار وثقيل وانت ما عندك خبرة في استخدامه دائما ابدأ بشيء بسيط اللي يناسب المقدرة على الرماية في ذاك الوقت بعدين مع التحسن ومع اكتساب الخبرة والتدريب الصحيح ممكن انك تتخرج وتتطور لعيارات اخرى فممكن ابدأ بعيار 22 ما تبدأ بعيار مثلا 45 لشخص مبتدئ ممكن انه ما يكون مناسب ما بدك ان تكون متفاجئ بطريقة الرماية في هذه الاسلحة ممكن انها تكون سهلة بالنسبة لكثير من الناس لكن بالنسبة لكثير من الناس ممكن ما تكون سهلة بالمر فدائما ابدأ بشيء يناسب جسمك يناسب حجمك يناسب حجم الايد ويناسب السبب ليش انك بدك تحمله اذا كان لحماية الشخصية او للوظيفة او لأسباب اخرى ممكن يعني وايضا طريقة الحمل فدائما اسأل السؤال هذا ليش بدأ احمله هل هو اللي يستخدام شخصي او استخدام مثلا وظيفي كذلك وين بدأ احمله هل راح يكون على شخصي انا مثلا راح يكون على الحزام او هل راح يكون مثلا في الشنطة للنساء مثلا او هل راح يكون مثلا الرجال عمال في بعضهم بيحملوا اسلحة في الشنطة فهذا الشيء بيعتمد على الشخص فخلي يكون شيء مناسب لهذه الاجواء اما بالنسبة لي العيارات اللي دائما بانصحه انه مشان تكمل الموضوع انه ما تبدأ بعيار ثقيل اللي بصير فيه كثير من الاحيان انه بعض الاباء بيحملوا او بيرموا رصاصات يعني بالنسبة لمسألة الصيد بيستخدم مطالقات عالية العيار فبقوموا بياخذ اولادهم او بناتهم للرماية وبدهم بيتوقعوا منهم مبتدئين انهم يرموا نفس العيارات اللي الاب اللي صار له مثلا مدة طويلة سنوات عقود بيرمي فيها انه الابن اول مرة او البنت اللي اول مرة بالحجم الصغير حجمهم الصغير بتوقع انهم يرموا كما يعني يرميهوا بنفس العيار وكذا هذا الشيء خطأ ممكن يعني انه يفاجئ الطفل او طفلة ويسبب يعني نوع من المفاجأة العالية ممكن تسبب زي عقدة نفسية ضد تجاه الاسلحة ويصير انه هذا الطفل ما يحب المسألة الرماية بالمرة ويصير يخاف منها وبصير انه يعملها يكون عشانهم مجبور احنا ما بدنا هذا الشيء يصير مع الاطفال دائما بدنا نعودهم على شيء اللي يكون يحبوا ويرغبوا وتكون عندهم هواية يحترموها ما يخافوا منها فدائما ابدأ بشيء بسيط اللي يناسب حجمهم بعدين ممكن انه يتخرجوا لشيء اكبر كثير احنا بنشوف دائما اللي بيجوا بكون عنده رهبة بنبدأ معه بالتدريج ومع نهاية الدورة بتشوف هذا الرجل او هاي المرأة بالخصوص النساء يعني بيشوف دائما نجاح نسبة النجاح لهم عالية جدا في هذا الموضوع يعني بتطوروا بسرعة فمع نهاية الدورة بيكونوا بيرموا في عيارات ثقيلة وعيارات كبيرة جدا يعني ما بيشوفها مع كثير من الناس واختم بهذه الكصة البسيطة اللي لأسف يعني صارت قبل فترة في ولاية ارزونا واللي صار انه الاب والام اخذوا بنتهم اللي كان عمرها اعتقد تسع سنوات عشر سنوات اخذوها على الرماية مشان يعني زي حدية عيد ميلاد فالمدرب عطاها بندقية اوزي اللي هي نعرفها الآلية وعباء المخزن لأقصى حد عطاها السلاح وقالها ارمي لما ضغطت على الزناد اللي صار انه انحنت للخلف فارتفع السلاح للأعلى ثم للخلف وقامت باطلاق النار بالخطأ مش قصدها اكيد على المدرب قتل على الفور وللأسف يعني ومسكينة للبنت وابوها وامها انهم بتميعيشوا مع هذا الشيء طول عمرهم انهم يعني اخذوا روح للانسان هذا اللي كان بحاولي يدرب فيهم فلهذا السبب اقول دائما ابدأ بمع المبتدئين اعطيهم طلقة واحدة او ثنتين على الاكثر في السلاح على اساس يجربوا مشان اذا وقع منهم ما يصير يعني اي حوادث فابدأ بطلقة واحدة بيكون مناسب جدا بعدين لما يكون يكتشفوا هم من انفسهم انه ما في انه الرهبة مش يعني هذا الشيء الكبير او انه ما في رهبة بالاصل وانه ما في مفاجآت وانه ممكن يتعودوا عليه بشكل صحيح ممكن بعدين تعطيهم اكثر طلقات خمس طلقات او اكثر بالمخزن حسب انت اللي بتشوفه مناسب في ذاك الوقت هذا هو البس اللي حبت انصحكم اياه يعطيكم العافية واعبدوا الاسحة متناول اطفال ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر